انهق غني إلى العلا واستح بصوتك للملا هم رؤاد ربي قد دعاك فقم إليه مرتلا اقرى غني العشرة أخذوا عن الصحب الأولى عن حمزة عن عاصم عن نافع حاز العلا نهض النعامر للمنا يتنو الكتاب مفصلا هذا الكسائي الذي حاث الفقار مبينا ويزيدك عطاو التلا والخاشع المتباتلا وضمو العلاي وقد تفرع من الإمامة إن تنام يعقوب يتلو آيه خلف القراءة متأملا وربيب مكة تالياً بقراءة مسترسلا هذه قراءة بها قرئ الكتاب مرتلا هذه قراءة بها قرئ الكتاب مرتلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم التنزيل ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد القائل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمته وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات قرآنية وحديثنا لهذا اليوم عن أصول رواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن أصول رواية قالون عن نافع وعرفنا أهم ما يتعلق بهذه الرواية من أحكام في أبواب أصول القراء ونبدأ الحديث في هذه الحلقة عن أحكام الاستعاذة والبسملة لورش رحمه الله ويسعدني بداية أن أرحب بضيفي هذه الحلقة وهما فضيلة الشيخ المقرئ محمد حسن محمد البهنساوي الجامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى أخصائي مدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرحبا فضيلة الشيخ حياكم الله أهلا وسهلا كما أرحب بالقارئ محمد بن خلفان بن زاهر الشريقي المجاز في القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة حياكم الله أستاذ محمد حياكم الله فضيلة الشيخ يوسف أهلا وسهلا بكم يا مرحبا بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود بعده إن شاء الله تعالى أرجو أن تبقوا معنا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا مرحبا بكم منزلا مرحبا بكم من جديد يقول الإمام الشاطبي رحمه الله فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا وقال في باب البسملة وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل وسكتا كل جلاياه حصلا فضيلة الشيخ في هذه الحلقة نتحدث أو نبدأ الحديث عن أصول رواية ورش عن نافع ولكن قبل ذلك نود أن تعرفنا وتعرف الإخوة والأخوات المشاهدين عن ترجمة مختصرة للإمام ورش رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد نبدأ بفضل الله تعالى ومشيئته في الحديث عن رواية الإمام ورش عن نافع بعد أن انتهينا من الحديث عن رواية الإمام قالون رحمه الله قبل الدخول في تفاصيل الرواية لابد أن نعطي نبذة مختصرة عن الإمام ورش رحمه الله نسبه واسمه هو عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد المصري الملقب بورش أولد سنة مائة وعشر من الهجرة وحفظ القرآن الكريم واشتغل به وذاع صيته وبرع في القراءة والإقراء صفاته الخلقية كما يقالوا كان أشقر العينين أبيضاً لون قصيراً يميل إلى السمن يعني سمين قليلاً كذا كان إذا قرأ القرآن يهمز ويشدد ويمد ويبين الإعراب لا يمله السامع حينما ذهب إلى المدينة وجلس لينتظر دوره في القراءة فلم يلحقه الدور في أول يوم أو ثاني يوم فسأل عن واحد يكون من المقربين لما منه حتى يوصله إليه ويطلب منه أن يقرأ عليه وهو قد جاء إليه من مصر فذهب إليه وقال له إن هذا قد جاء إليك من مصر ويريد أن يقرأ عليك وكذا فطلب منه أن يبيت في المسجد حتى تكون له حجة أن يبدأ هو بالتلاوة في اليوم الثاني فبات في المسجد وهذا يدل على شدة الزحام لمن كان يقرأ على الإمام نافع رحمه الله رحمه الله فبات في المسجد فلما جاء في الصباح سأل عنه فبدأ بالقراءة فحينما بدأ بالقراءة أعجب الجميع بصوته وملأ صوته المسجد فانتهى إلى ثلاثين آية فجاء من كان عليه الدور بعده وقال له يا إمام قال إمام نافع أنا أعطيته عشر آيات من عندي أي تنازلت له عن عشر آيات فتنازل له عن عشر آيات فقرأ أربعين آية ثم جاء من بعده وقال له يا إمام تنازلت له عن عشر آيات إعجابا بصوته فقرأ خمسين آية وكان يقرأ كل يوم على الإمام خمسين آية وغيره يقرأ ثلاثين آية والاثنان اللذان تنازل كل واحد يقرأ عشرين آية على الإمام رحمه الله ورش رقبه الإمام نافع بورشان كان يقوله يا ورشان تعالى يا ورشان أين الورشان اذهب يا ورشان وقيل إن هذا اللقب لقب به لحسن صوته ولجمال صوته كما لقبه الإمام نافع رحمه الله وقيل لأنه كان يلبس ثيابا قصيرة وكان قصيرا فكان إذا مشى بسرعة ظهرت قدماه وقيل أيضا لقب بهذا اللقب نسبة إلى طائر من الطيور يسمى بهذا الاسم بعد أن رجع إلى مصر أخذ يقرأ ما تلقاه على الإمام نافع في مصر وانتهت إليه رياسة الإقراء في مصر وظل هكذا حتى توفاه الله تبارك وتعالى سنة 197 من الهجرة عن عمر يناهز 87 عاما وكان حافلا بالقرآن الكريم وقراءته وإقرائه رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ الإمام نافع من رواية ورش له طبعا أصول كما لقالون وصول في القراءة طبعا هما روايا عن الإمام نافع نعم لكن بعض الأحكام لورش تختلف عن بعض الأحكام لقالون بداية يبدأ الشاطبي رحمه الله بباب الاستعادة والبسملة ثم البسملة فما أحكام ورش في هذين البابين الاستعادة تكلمنا عنها حينما تكلمنا عن رواية الإمام قالون وقلنا إن لها أحكام أو أحيانا يسر بها وأحيانا يجهر بها ولا نريد الإطالة في هذا الموضوع باختصار يسر بها في صلاته إذا كان يقرأ سرا إذا كان في مجلس يقرؤون القرآن وليس هو المبتدئ ويجهر بها في المحافل والتعليم وهذه أحكام عامة ذكرها العلماء لكل القراء البسملة فحينما يستعيد أولا ويبدأ السورة يستعيد ويبسمل ويبدأ السورة إذن له أربع حالات مثل حفص تماما ومثل قالون عند ابتدائه لأي سورة من القرآن على سورة التوبة وكما ذكرنا قبل ذلك قطع الجميع قطع الأول ووصل الثاني بالثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث وصل الجميع هذه أحكام لكل القراء في حالة الابتداء بأي سورة من السور عدا سورة التوبة وورش يشارك هؤلاء القراء في هذا الحكم أما بين السورتين حينما ينتهي من تلاوة سورة والابتداء بسورة أخرى عدا ما بين الأنفال والتوبة أو أي سورة قبل التوبة مع التوبة له خمسة أوجه أوجه البسملة التي رواها الإمام قالون وكذلك حفص وهي قطع الجميع يعني قطع آخر السورة مع البسملة مع أول السورة التي بعدها أو قطع آخر السورة ويصل البسملة مع أول السورة أو يصل الجميع هذه الأوجه التي نعرفها جميعا يزيد الإمام ورش وجهين آخرين يزيد الوصل بين السورتين بالسكت والوصل دون سكت فمثلا نضرب مثالا للأوجه الزائدة لأن الأوجه الأخرى معروفة عند الجميع فمثلا حينما يقرأ آخر الفاتحة معاول البقرة بوجه السكت دون بسملة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم يقرأ هكذا يسكت وله في الضالين له القصر والتوسط والمد لأنها أصبحت من قبيل العرب وله أيضا الوصل والسكت مقدم فيصل هكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم أما بين الأنفال والتوبة كما ذكرنا في حلقات السابقة للإمام قالون كل القراء لهم الوقف والوصل والسكت دون الثثناء لأحد من القراء جميل أحسنتم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم و نفعنا بعلمكم ألخص حديث فضيلتكم في هذه الحلقة الراوي الثاني للإمام نافع هو ورش وهو عثمان ابن سعيد المصري ولقبه ورش لقب به لشدة بياضه رحل إلى المدينة و قرأ على نافع عدة ختمات سنة خمس وخمسين ومئة انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه و لد سنة عشر ومئة و توفي بمصر سنة سبع وتسعين ومئة للهجرة البسملة ثابتة للإمام ورش في أول السورة و لها مع الاستعادة و أول السورة أربع حالات مثل قالون و حفص في جميع سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة لورش بين السورتين المتتاليتين ثلاثة أوجه الفصل بالبسملة و السكت بلا بسملة و هو المقدم و الوصل بلا بسملة و إذا قرأ بوجه البسملة جاز له أوجه البسملة الثلاثة بين السورتين كحفص و قالون و هي قطع الجميع و وصل الجميع و قطع الأول و وصل الثاني بالثالث أما بين الأنفال و التوبة فالوقف و الوصل و السكت لجميع القراء و الآن أعزاء المشاهدين الكرام نستمع لتلاوة الآية الأخيرة من سورة البقرة و الآيتين الأوليين من سورة آل عمران برواية ورش عن نافع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أواخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لا مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لا مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم أحسنت أستاذ محمد بارك الله فيك تلاوة رائعة ما شاء الله فضيلة الشيخ ما الأوجه التي خالف فيها ورش حفصا في هذه الآيات الكريمة واضح أن الاختلافات أصبحت أكثر ما كنا نتحدث فيه في رواية قالون عن نافع لا يكلف الله نفسني إلا وسعها هذا قاعدة من قواعد ورش تسمى النقل ربنا لا تواخذنا هذه قاعدة من قواعد ورش أيضا سنتحدث عنها إنما حفص يقرأ تؤاخذنا قرأ بالمد المتصل المنفصل ست حركات تواخذنا وكذلك إن نسينا أوخطأنا هذه قاعدة النقل كذلك أيضا التقليل أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ثم بين السورتين الشيخ محمد يزال الله خيرا ترك أوجه البسملة لأن الناس يعرفونها وجاء بالوجهين الزائدين للإمام ورش وهو وجه السكت ووجه الوصل دون بسملة فسكت أولا ثم وصل بين السورتين في المرة الثانية جميل أحسنتم فريدة الشيخ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم أعزاء المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وفي ختامها لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لفضيلة الشيخ المقرئ محمد حسن محمد البهنساوي الجامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى أخصائي مدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية كما أشكر القارئ محمد بن خلفان بن زاهر الشريقي المجازة في القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة والشكر لكم أنتم أعزائنا المشاهدين الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة كما لا يفوتني أن أشكر فريق العمل معنا وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله لكم مني أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته